حدثناه شيم أخبرنا يعلى بن عطاء عن عمارة ابن حديد عن صخر الغامدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها قال وكان إذا بعث صرية أو جيشا بعثه من أول النهار قال وكان صخر رجلا تاجرا فكان يبعث تجارته من أول النهار قال فأثر وكثر ماله حثنا عفان حدثنا شعبة قال يعلى بن عطاء أنبأني قال سمعت عمارة ابن حديد رجلا من بجيلة قال سمعت صخرا الغامدي رجلا من الأزد يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لأمتي في بكورها قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث صرية بعثهم من أول النهار وكان صخر رجلا تاجرا وكان له غلمان فكان يبعث غلمانه من أول النهار قال فكثر ماله حتى كان لا يدري أين يضعه حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن عمارة ابن حديد البجلي عن صخر الغامدي عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أنه قال اللهم بارك لأمتي في بكورها قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث صرية بعثها أول النهار وكان صخر تاجرا فكان لا يبعث غلمانه إلا من أول النهار فكثر ماله حتى كان لا يدري أين يضعه حثنا محمد بن مقاتل المروزي قال حدثنا يوسف بن يعقوب الماجي شون قال أخبرني محمد بن المنكدر قال دخلت على جبري بن عبد الله وهو يموت فقلت أقري رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام حثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عباد بن العوامي حدثنا الحجاج عن عبد الله مولى بن هاشمين قال وكان ثقة قال وكان الحكم يأخذ عنه عن عبد الرحمن بن أبي الليلة عن أسيدي بن حضير عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ألبان الأبل فقال توضأ من ألبانها وسئل عن ألبان الغنم فقال لا توضأ من ألبانها حدثنا محمد بن مقاتل حدثنا أبن المبارك أخبرنا مسعر عن حماد قال البول عندنا بمنزلة الدميما لم يكن قدر الدرهم فلم أسى به ترجمة نانسي قنقر